انا بشعر ان اللاعب العراقي او المدرب العراقي لما يجي يتكلم في الكرة بشعر ان هو بيتكلم بطريقتنا احنا في الكرة من ناحية الاسس بعيدا عن اللهجة نفسها شوية حتى تشعر ان كلية التربية الرياضية اللي خريجي منها مدربين ومحاضرين تشعر ان نفس المنهج ونفس الاسس اه قد يكون البعض بيتطور على المستوى الفردي او ظروف من ما لكن القاعدة تشعر انها واحدة ده الى جانب ان كان فيه فترة من الفترات طويلة المصريين بيخرجوا برا مصر عشان يشتغلوا في العراق يشتغلوا في سعودية يشتغلوا في الاردن فنسبة كبيرة من المصريين كانت بتتواجد في العراق فاصبح فيه نوع من الترابط في امور اخرى غير الامور السياسية وعظمة سياسيين زمان طبعا وقمتهم فتشعر ان الهجرة الى العراق للعمل والرزق والى اخره الى جانب المعايشة نفسها تحس ان فعلا ان احنا قريبين كتير ويعني زي ما بنقول كده فيه قبول سبحان الله رباني ده احساسنا كلنا بكل العراقي الجيل الحالي